أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي ضرورة المتابعة المستمرة للبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من مشروعات البنية الأساسية بمحافظة الوادي الجديد وذلك خلال الفترة الحالية لسرعة تنفيذها في التوقيتات الزمنية المحددة لها جاء ذلك خلال اللقاء مع محافظة الوادي الجديد محمد الزملوت لمتابعة آخر تطورات تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والذي يتم تنفيذه في 19 قرية و7 وحدات محلية بمركز الفرفرة